مرحبا بكم أعزائي المشاهدي في حلقة جديدة من برنامج سيني المال والأعمال أنا بلي أحيكم من بكين في وقت الظخيرة ما زال الفلاحون يعملون بجد رغم العرق الذي يسيل منهم يسف هذا البيت الشعري القديم الحياة الكادحة للمزارعي ومن أجل تحسين جودة وفعالية لإنتاج زراعي على المزارعي أن يترك أسليب العمل الشقة في الحقول ويترك أن تحديث زراعة هو سبيل الوحيد أمامهم إن الصين دولة زراعية قبرى ويشكل تسريع تحديث زراعة والمناطق ريفية أحمية كبيرة في سنوات الأخيرة صار مجموعة من المزارعي في بعض المنادق ريفية خبرى محلي بعد اقتساب المعرفة العلمية والتكنولوجية إسمها ليشن لين وهي مزارعة في قرية ما وونغ بمحافظة سوينينغ بمدينة شوتو بمقاطعة تيانسو وهي أول امرأة مشغلة لطائرات الرش بدون طيار بعد وقت قصير قبل بضع سنوات فقط كانت ليشن لين تعاني وتشكو باستمرار في موسم رش المبيدات الزراعية تعقد الزوجان على ستة وسبعة من عشرة من الهكتار من الأرض وكان يظنان أنهما سيجنيان المزيد من المال عن طريق الزراعة على نطاق واسع لكنهما يعملان طوال السنة ودخلهما لا يزال متوسطا يعاني الكثير من المزارعين من نفس معضلة ليشن لين إن أساليب الإنتاج التقليدية لم تعد تتناسب مع الوضع الحالي في الريف ولا مع اتجاه تطور العصر بحلول نهاية عام 2020 وصلت من ساحة نقل حقوق إدارة الأراضي الزراعية إلى 355 مليار متر مربع وهو ما يمثل 34% من الأراضي المتعقد عليها من الأسر ومتطلبات مزاول الزراعة تصبح أكثر إلحاحا لقد رأت ليشن لين التغير الذي جلبته التكنولوجيا لأسليب الإنتاج التقليدية جعل هذا الاكتشاف الجديد ليشن لين تشعر بقوة العلوم الحديثة والتكنولوجيا وفي هذا الوقت بدأت المحافظة التنظيم مع شركات الطائرات بدون طيار لتدريب المزارعين حتى يتمكن المزيد من المزارعين من الاستمتاع بمكاسب العلم والتكنولوجيا في السنوات الأخيرة عقد الكثير من القطاعات الزراعية دورات تدريبية مختلفة في التحديث الزراعي من خلال التدريب أتقنت ليشن لين مهارات التحكم في طائرات الرش بدون طيار كما ساعدتها الحكومة المحلية على التقدم بطلب للحصول على القرض اللازم لشرائها في نهاية عام 2018 نجحت ليشن لين في شراء طائرات بدون طيار إن رشع النباتات باستخدام الطائرات بدون طيار لا يتمتع بفعالية عالية وحسب لكن الرشع يوزع بشكل متساوي كذلك من ما زاد من فاعلية الزراعة كثيرا بدأ الكثير من كبار المزارعين بالجوار بدعوة ليشن لين لتقوم برش أراضيهم باستخدام الطائرات بدون طيار وما أسعد ليشن لين هو أنها ليست تساعد الآخرين فحسب بل تحقق المزيد من الدخل أيضا تمر الصين الآن بفترة محورية لتحولها من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة وفي الخطة الخمسية الرابعة عشر 2021 إلى 2025 لتعزيز التحديث الزراعي والريفي الصادرة في فبراير 2022 تمت الإشارة إلى أنه يجب تعزيز تأهيل المزارعين من حيث العلم والتكنولوجيا والثقافة وتقوية أنظمة تعليم وتدريب المزارعين وتطوير مزارعين ذوي القدرات والمهارات 我们说乡村振兴里面 人才振兴是非常重要的一个方面 而这个人才振兴 其实我们说很大的一块 就包括把现有的农民 培养成为高素质的农民 这个高素质的农民 一个重要的标志 就是懂科学技术 这种情况是什么情况 现在这个温度不够了 我们说时候到达了 这个温度不够了 我们说宜养的是 这个温度不久 这种图表现在的农民 这种图表就是 这些图表的农民 是农民 农民 农民 这个戏 这个人 这种图表 这个人 这种图表 农民 农民 تون فوشين خبير محلي في زراعة الفطر وقد صار تقديم التوجيهات الفنية للمزارعين في الموقع عمله اليومي في الحقيقة تون فوشين هو أيضا مزارع في محافظة ليتن بمدينة دونين وقبل عدة سنوات جذبه خبر في الجريدة عن دورة تدريبية للفطر الصالح للأكل واشترك فيها صار الفطر الذي يزرعه تون فوشين أفضل وأفضل وفي ذلك الوقت اكتشف أن الكثير من سلالات الفطر التي يتم شراؤها من الخارج لا تتناسب مع الزراعة المحلية يرغب تون فوشين في القيام بأبحاث على سلالات الفطر لكن نقص المساحات والأموال يشكل مشكلتين رئيسيتين لتين يواجههما قررت الحكومة منح تون فوشين الدعم الكامل لتطوير صناعة الفطر بعد أن تلقى الدعم بدأت فوشين تجاربه من خلال البحث المستمر وطور عدة أنواع من سلالات الفطر الصالح للأكل والفطر الطبي الصالح للاستخدام المحلي ونظرا لإنجازات البحث العلمي العملية التي قام بها ففي العاشر من يناير عام 2022 تم تصنيفه على أنه من الدفعة الأولى للمهندسين الزراعيين ذوي المستوى العالي في مقاطعة شاندون حتى الآن يوجد في شاندون أكثر من ستة آلاف مزارع ذوي القدرات والمهارات والألقاب المهنية ويرجع هذا إلى الخطة الإرشادية بخصوص تعميق إصلاح نظام الألقاب المهنية للعاملين في القطاع الزراعي الصادرة عام 2019 وفيها إلغاء القيود على الإقامة المسجلة والمنطقة والهوية وغيرها وخلق ظروف مواتية وفتح قنوات التقديم على الألقاب المهنية للعاملين في كيانات الإنتاج والتشغيل الزراعي مثل التعاونيات المهنية للمزارعين، المزارع العائلية، المؤسسات الزراعية ومنظمات الخدمة الاجتماعية الزراعية تعاون تون فو تشين مع أكاديمية زراعية محلية ويجرون الآن تجارب لتطوير سلالات جديدة من الفطر ومع تأييد الحكومة المحلية، أسست تعاونية المهنية لمزارع الفطر القابل للأكل ومعهد أبحاث الفطر والآن تم تطوير خمس قواعد إنتاجية تدفع أكثر من ألف مزارع هناك الكثير من الخبراء المحليين في الصين أمثال تون فو شين، وقد صاروا قوة هامة لا يمكن الاستغناء عنها لتعزيز إنعاش الريف هم لديك للتداقل غليين في صنع الميطة خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشر كان لتوطيد إنجازات القضاء على الفقر ارتباط وثيق بإنعاش الريف وتسريع التحديث الزراعي والريفي ومن الضروري إعداد فريق كوادر الزراعية مؤهلة وذات كفاءات عالية وعلى دراية بالعلوم والتكنولوجيا إن طبيعة الأعمال هي جلب القيمة أنشطة الأعمال في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة حيث المستهلكون العالميون التجارة الصناعة الطاقة التكنولوجيا الفائقة العقارات الاستهلاك نقدم نظرة موسعة عن الأعمال الدولية وكيف تغطي العالم كله وتؤثر فيه وتترابط معه صين المال والأعمال فقط على CGTN العربية بالإضافة إلى مشروع رئاية الإدارات المذكورة في برنامج أطلقت الصين في عام 2022 ختم واحد شنون والتي تركز على دعم مجال تكنولوجيا زراعية رئيسية وتأزيد رئاية المؤدرين في هذا المجال وفرق ابتكار آلي المستوى مما يساعد على بناء قوة علمية والتكنولوجية استراتيجية زراعية وتسريع تنمية زراعية التي يدفعها الإبتكار فقط من خلال إرسال المزيد من المعارف العلمية والتكنولوجية إلى الحقول والمزارعي يمكننا تأزيز تنمية زراعية العالية الجودة والمساعدة بشكل أفضل في عاش شامل لريف إن دفع توصية الخدمات العامة لتسل إلى المناطق الريفية وتفع تقضي المشاريع الاجتماعية للأرياف هو أيضا وسيلة حمة لتعزيز إنعاش ريف على نحو الشامل وأثناء هذه العملية هناك حاجة كبيرة إلى كوادر الخدمة العامة في ريف مثل معلم المدارس ابتدائية وإدادية في ريف والعملين في مراكز الصحة بالقرى والإدارات في مجالات التعليم والثقافة والسياحة ورياضة البدنية وتخطيط والبناء دعونا نلقي نظرة على تخطيط ريف وكيف لورثة تراث ثقاف غير المادي استهدام مع ريفهم وقدرتهم لجعل ريف أكثر جمالا والحياة أكثر سعادة إن تسينغون تينغ هي مسؤولة تخطيط ريفي وتقوم الآن بتخطيط المباني في قرية خير تشاو بمدينة جيان يانغ واليوم جاءت للسيد تشاو لتسمع رأيه في مخطط تصميم الإسكان الجديد بالنسبة لسيد تشاو فالحاجز الإسمنتي الذي تقارب مساحته مئة متر مربع لا غنى عنه لذلك اعترض بشدة عند سماعه بعدم وجود الحاجز في التصميم الجديد وقال تسينغون تينغ أن هذا النوع من المواقف يحدث كثيرا وعليهما النقاش بروية كانت تقدم في الريف متأخرا عن المدن وأن استراتيجيات الحكومة لتطوير المناطق الريفية عامة تتطلب خبراء لتخصيصها وتنفيذها ولقد حقق ظهور مسؤولي التخطيط في القرى هذا المطلب في عام 2010 بدأت مدينة تشينغدو نظام مسؤولي التخطيط الريفي في البلاد كلها وفي عام 2017 أعيدت سياغة لوائح التخطيط الريفي والحضري في تشينغدو من أجل جعل نظام مسؤولي التخطيط الريفي أكثر تماسكا من خلال شكل لوائح المحلية في نهاية عام 2016 عادت سياغن تنغي إلى مسقط رأسها وتحولت من مسؤولة تخطيط حضري إلى مسؤولة تخطيط رفي لكن الكثيرين من مسؤولي التخطيط في الريف بما فيهم تسينغون تنغ ليسوا متكيفين مع هذا التغيير ومن أجل التغلب عليها فكثيرا ما ينظم مكتب تشينغدو التخطيط والموارد الطبيعية بالتعاون مع حكومة جان يانغ أنشطة تدريبية مختلفة لمساعدتهم على الاندماج في الحياة الريفية رغم أن تسينغون تنغي قوبلت بالرفض هذه المرة لم تستسلم ودعت السيدة تشاول زيارة قرية يوآن المكتملة لكي يطمئن يوسنية تشحين مع الججم هؤ stallتي يعني أننا على هذه المنظرية غلو في هذا المواقع لا يسامونا الفيدي كثيرا ويومات إلى العَنف وض بيارات إلى هذا اليوم كم هؤثر دورية لن يستثمر ببعض كم من هذه المستملة إن تجميع عدة عائلات كانت تعيش متفرقة فيما سبق وتحويل الرصيف إلى ميدان صغير لا يوسع مساحة تشفيف الحبوب وحسب بل ويضع أساساً للسياحة الريفية في المستقبل وهكذا حلت مشكلة السيد تشاو إن قرية يوآن التي زارها السيد تشاو لم يكن لديها تخطيط شامل وكانت تعاني من بيئة سيئة وتنمية اقتصادية بطيئة واليوم لم يتغير مظهرها القديم وحسب بل وتم العثور على نقاط نمو اقتصادي جديدة اليوم تتمتع قرية يوآن الجديدة برفاهية المدن وراحة بال الريف والآن تم إنشاء اتحاد اقتصادي جديد فيها ووصلت الودائع الاقتصادية الجماعية للقرية إلى أكثر من عشرة ملايين يوآن ووظفت تشينجدو عشر دفعات من مسؤولي التخطيط محققين توزيع ومسؤول تخطيط لكل قرية بمساعدة مسؤولي التخطيط في القرى حازت الكثير من القرى في تشينجدو على أرقاب شريفة مثل أجمل قرية وأكثر القرى تخضرا وأجمل أماكن الاسترخاء في الصين لقد اكتشفت تشينجدو مصار تنمية للبلاد كلها تشينجدو مصار تنمية للبلاد كلها تشمل خدمات العامة الريفية جوانب كثيرة ولقد خلقت خدمات التخطيط والتصميم المتخصصة ظروف إقامة مريحة وشكلا صناعيا معقولا في القرى ومع تطور إنعاش الريف تزداد مطالب الناس الثقافية باستمرار ونجد في الريف كوادرك هذه تخدم العامة من خلال نشر الثقافة هذه هي مدرسة اليو بيها القومية الإعدادية بمنطقة اليو تشيها الخاصة بمدينة اليو بانشوي واسمها وي هوتشن وهي وريثة التراث الثقافي غير المادي لقومية بوي في لوبي وهي تعلم الطلاب الآن الحرف اليدوية التقليدية لقومية بوي درس وي هوتشن مهارات الحرف اليدوية وهي لا تنقل التراث الثقافي للأجيال القادمة وحسب بل وتغرس بذورا جميلة في عقول التلاميذ الصغيرة تدرس وي هوتشن للطلاب الذين يسكنون بعيدا من خلال البث المباشر عبر الإنترنت وبالإضافة لهذا تدعو وي هوتشن جميع المهتمين بالأمر لزيارة ورشتها والتعلم كما تقدم الحكومة المحلية دعما كاملا لهذه الأنشطة إن وي هوتشن ليست شغوفة بتعليم الحرف اليدوية وحسب ففي عام 2014 قامت بتأسيس أول تعاونية مهنية للمزارعين في المدينة ووظفت فيها أيضا عددا من النساء للعمل في التطريز إن قيوتشو بهر عديد من النساء العاملات في التطريز لكن مستوياتهم متفاوتة ولحل هذه المشكلة فبداية عام 2013 بدأت قيوتشو في تطوير من عاملات متخصصات بالتطريز ليكن بمثابة القائدات بالإضافة للسياسات تقدم الحكومة المحلية الأموال لدعم قائدات التعاونيات أمثال وي هوتشن، وفي عام 2017 طلقت وي هوتشن 700 ألف يوان من أموال الدعم اكتشفت الحكومة المحلية أن جودة المنتجات ليست مستقرة والتصميمات ليست متكرة والمبيعات ضعيفة لذلك فمن الضرورية الاستمرار في تطوير القائدات في عام 2018 حصلت وي هوتشن على فرصة الدراسة في جامعة دونجوا وبعد ذلك نقلت المعرفة التي درستها للنساء العاملات بالتطريز في التعاونيات فكانت المنتجات الجديدة التي صممتها تقليدية وعصرية في نفس الوقت مما جعلها مشهورة في وقت قصير لم ترفع وي هوتشن من أفكار ومهارات الجميع وحسب بل حركت الكثيرات من المحيطين بها لزيادة دخلهم وفي عام 2019 شاركت في أسبوع المدة الصيني أخذتنا المهارات اليدوية القومية من الجبال إلى العالم منذ تنفيذ خطة التطريز الجميل في قيوتشو طورت مجموعة من النساء الرائدات عاليات المهارة والقدرات على كسب المال وخلقت قيمة انتجية بأكثر من 6 مليارات يوان وفضلا عن قيوتشو تحمي جميع أنحاء البلاد وتنقل المهارات الثقافية التقليدية بإيجابية بحلول نهاية العام الماضي وصل عدد ممثلي مشاريع التراث الثقافي غير المدية على المستوى الوطني والإقليمي إلى 3063 شخصاً وأكثر من 16 ألف شخصاً على الترتيب وأثناء فترة الخطة الخمسية الثلاثة عشر استثمرت الحكومة 29.5 مليون يوان لتدريب فرق ثقافية شعبية وأصل عددها لأكثر من مليون شخص لتدريب فرق ثقافية شعبية تدريب فرق ثقافية شعبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر